طول النظر الشيخوخي هو مهو مرض على سن الأربعين عدسة العين في أطرافها توجد أربطة الأربطة هذه هي التي تساعد العدسة على التكيف وبالتالي زي الكاميرا ما نعمل بيها فوكس فالعدسة بالأربطة هذه تعمل لنا الفوكس على عمر الأربعين تبدأ تضعف الأربطة هذه مع الضعف تفقد العدسة العين مقدرتها على التكيف ولذلك تبدأ بالنسبة لنا صعوبة القراءة لدى الأشخاص الذين عند عمر الأربعين تلاحظ أن القراءة تكون صعبة لو باعت شوية الورقة والجوال يقدر يشوف فهو ما عنده ضعف حقيقي في النظر ولكن عنده صعوبة في الرؤية القريبة ويسمى طول النظر الشيخ وهذه علاجها يكون بالنظارة القراءة على قراءتهم؟ طبعا هذه هي النظارة القراءة على قراءتهم وطبعا هي حقيقة لا تحتاج إلى وصفة طبية يعني أنت تكون فيها طبيب نفسك أنت خراس على عمر الأربعين تروح تاخذ نظارة تبدأ للقراءة في درجات طبعا مختلفة تبدأ من زائد واحد وممكن تزيد إلى زائد ثلاثة شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة ترجمة نانسي قنقر